شد وجذب متواصل في مباحثات الملف النووي الإيراني لا سيما بعد السجال الذي وقع بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيره الإيراني محمد جواز ظريف ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما يجري في مفاوضات فيينا النووية ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق وشيك خلال الجولة السادسة التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع بلينكين صرح خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي أن بلاده لا تعلم إن كان لدى طهران استعداد للعودة إلى اتفاق عام 2015 مؤكدا أن إيران في حال مواصلة انتهاكها للاتفاق يمكنها إنتاج سلاح نووي خلال أسابيع وأوضح رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن برنامج إيران النووي بات خارجا عن السيطرة متحدثا عن توجه عند واشنطن لتشكيل جبهة موحدة لوضع إيران تحت المسألة وسرعان ما رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف على بلينكين بالقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الحالية مستعدة لوضع سياسة الضغط الأقصى الذي انتهجتها الإدارة السابقة جانبا جاء ذلك بعد تصريحات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي حذر فيها من أن طهران قد وصلت إلى مستوى عالم من تخصيب اليورانيوم على نحو بات قريبا من مرحلة إنتاج السلاح النووي وأعرب جروسي خلال اجتماع مجلس محافظية الوكالة عن قلق عميق لعدم رد إيران على أي من أسئلة الوكالة حول العثور على أثار اليورانيوم في ثلاثة من المواقع وأثار مواد نووية في مكان الرابع وهو ما أثر بشكل جاد في قدرات الوكالة على التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني ورغم خطورة هذه التصيحات إلا أن الدول الغربية ليست بصدد التحرك في الوقت الراهن ضد إيران في مجلس المحافظين وهو ما فسره مراقبون بأنه ناجم من الخشية من أن يسبب هذا الموقف انهيار مباحثات فيينا التي ينتظر منها أن تعيد الرقابة الدولية المشددة على البرنامج النووي الإيراني اشتركوا في القناة